لا أعطى خمسة رغم ضعف الوسائل الفنية والمادية وغياب الدعم الحكومي يصر هوات دراما في موريتانيا على ممارسة هوايتهم والمناسبة الوحيدة التي تفتح فيها القنوات التلفزيونية الفرصة أمام هؤلاء لتمرير ما ينتجه من دراما هو شهر رمضان نتعب نشقى في ما ترونه الآن من أجل أن نصل بالنهاية إلى ما وصل إليها هؤلاء أنا دائما أذكر هؤلاء الممثلين وأذكر زمالاء المخلجين أننا نتبع خطوات المصريين أتذكر ونحن نصور هذه المشاهد مصر 1928 أيام الأبيض والأسود كانت هكذا ولكن بالصبر والإصرار سنصل بذن الله غياب البنى التحتية كالمسارح ودور السينما وغياب الاستثمار هي مجموعة معوقات ما زالت تعاقل تطور الدراما في موريتانيا لكن العائق الأكبر حسب القائمين عليها هو العقلية التقليدية للمجتمع الموريتاني التي تنظر إلى الممثلين على أنهم خرجوا عن الضوابط الاجتماعية مجتمع بكل أسف لو مجتمع موريتانيا مزال مجتمع تقليدي ينظر إلى الأعمال الدرامية على أنها أعمال دون المشتغلين فيها يشتغلوا فيها بخجل كنا نوصل إلى مرحلة على أن بعض الأدوار التي تعود منطرين على أن نقبوا رجل ونلبسوهم للحفية يعادل أنها دور مرعاة يقول الممثلون الهوات أن صناعة الدراما في موريتانيا أشبه بمن يحاول إنبات نبتة لا تصلح في هذه الأرض رغم أن الناس يحتاجون إليها والممثل الطبيعي هو ياسن عند النظر السائد في الموريتانيا على الممثل دائما يعداك لرحك لم تمنع كل هذه المعوقات مجموعات من الشباب من تنظيم أيام سينمائية سنوية بمبادرات شخصية سعيا إلى إرساء ثقافة التمثيل وتغيير نظرة المجتمع إلى هذا الفن مع مرور الوقت ما تزال القنوات المحلية المتنفسة الوحيدة لهوات دراما وما يزال شهر رمضان الفرصة الوحيدة لهم لتطوير هذه الصناعة محمد فاضل حرة مواقش